بتوجيه التهنئة لقضاصة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية والأقباط بعيد الميلاد المجيد استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة ثم تطرق لزيارته الأخيرة لميناء الإسكندرية والإفراج الجمركي عن البضائع مشيرا إلى أنه تم الإفراج من أول ديسمبر الماضي وحتى اليوم عما قيمته تتجاوز 6 مليارات و800 مليون دولار وجار التنصيق مع القطاع المصرفي للإفراج عن باقي السلع ومستلزمات الإنتاج تباعا رئيس مجلس الوزراء أشار كذلك إلى منافذ وشوادر أهلا رمضان المنتشرة بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة كما خاطب الدكتور مدبولي الوزراء مشددا على ضرورة متابعتهم من تنفيذ قرار ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتقديم تقرير دوري بما تم اتخاذه بخطة الترشيد وأنهى الاجتماع أعماله بإصدار قرارات منها الموافقة على مشروع قرار الرئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتعديل مؤسمة لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر وزيادة مشاركة المرأة بالقوى العاملة كما وفق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتنويل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا المرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر أنفاق القاهرة الكبرى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والمزيد من الإفراج الجمركي للبضائع وخطة لترشيد الإنفاق محاور أساسية على طاولة الحكومة هذا الأسبوع تعكس حرصها على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي من مقر مجلس الوزراء إيماني التوني التلفزيون المصري